نهاردة هنتكلم على طبعا صناعة الدواجن في مصر لأنه ما زالت الأزمة مستمرة وما زال ارتفاع الأسعار مستمرة رغم الإفراج عن عدد كبير أو كميات كبيرة جدا من علف الدواجن ورغم وصول شحنات من الدواجن البرازيلي بكميات ضخمة أيضا في السوق المصري لكن ما زالت الأسعار مرتفعة وطبعا نحن مقبلين على شهر رمضان المبارك كل عام وحضرتكم جميعا بخير وفي هذا الشهر يزيد الاستهلاك بصفة خاصة الموقف ايه؟ صناعة الدواجن رايحة فين؟ ما هو موقف صغار المربين في هذه الصناعة المهمة التي يزيد رأس مالها على 100 مليار جنيه ويعمل فيها حوالي 3.5 مليون عامل في قطاعات مختلفة تبدأ من الجدود حتى المجازل هنتكلم بالتفصيل عن هذا الموضوع ولماذا الأسعار مستمرة حتى الآن يعني أنا الحقيقة مش برضو يعني عشان أكون منصف وأنا متعاود أن أكلم حضراتكم بمنتهى الأمانة وبمنتهى صراحة لأنه بنتكلم على أوضاع كلنا عيشينها الأسعار مرتفعة في سلعة كثيرة جدا ورغم جهود الدولة اللي بتعملها الحقيقة من أجل خفض الأسعار ومن أجل توفير السلعة الحقيقة شيء كويس إن المواطن المصري دلوقتي ينزل يلاقي السلع كلها موجودة أي نوع من السلع الاستهلاكية موجود وبكميات كبيرة وبوفرة وأي حد عاوز ياخد أي حاجة بيلاقيها مهما كانت هذه الكميات وده للإنصاف الحقيقة مش موجود في بعض الدول حتى الدول اللي حوالينا وحتى الدول العظمى مش مسموح لأي مواطن إنه ياخد اللي هو عاوزه من السوبر ماركت أو من أي مدجر لكن الحمد لله في مصر يعني الواحد بينزل السوق بيبقى سعيد كل حاجة موجودة الخضار الفكهة كل مسلزمات البيت موجودة وبكميات كبيرة وبوفرة متاحة للجميع وده شيء الحقيقة يعني نشكر ربنا سبحانه وتعالى عليه ونشكر أيضا الحقيقة جنود الإنتاج الفلاح المصري اللي هو الحقيقة بيعمل في كل الأجواء وليه دور كبير جدا في توفير هذه السلع وهذه المنتجات سواء كانت خضروات فكهة أو أي سلع أخرى ده شيء الحقيقة بيساعدنا لكن المشكلة مازالت في ارتفاع الأسعار شكرا